مزيد تنظم إلينا من بيروت مراسلة والغداء كلودي أبي حنة كلودي دعينا في أهم ما جاء في كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في هذه الذكرى ذكرى اغتيال ولده إليك الكلمة الأبرز في هذه الكلمة حتى الآن أن الرئيس سعد الحريري قال إن هذه السنة ستكون سنة العدالة وبعد أشهر من الآن سيصدر الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي جهة من أن تستخدم الحكم لزرع الفتنة في لبنان يعني موجها رسالة واضحة في هذا الأمر وقال إننا نتمسك بالعدالة من أجل تحقيق هذه العدالة وتحديد المجرمين وليس من أجل الانتقام هذا بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية الرئيس الحريري يستفيد في هذه الأثناء في الحديث عن البرنامج الاستثماري للحكومة اللبنانية والذي تدعمه مشاريع مؤتمر سادر لإعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان مؤكدا وجازما بأن تنفيذ هذه المشاريع وتنفيذ هذا البرنامج الاستثماري هو تحدي شخصي له وللعهد ولرئيس الجمهورية وللحكومة اللبنانية مؤكدا محاربة الفساد في هذا المشال ومؤكدا أن أي مواطن في أي منطقة لبنانية يستطيع أن يأتي إليه ليعرض عليه ما يمكن أن يكون هو بحاجة إليه من مشاريع لتأهيل البنى التحتية الرئيس سعد الحريري كان يشرح قبل قليل كيف أن تنفيذ هذه المشاريع لا يعني إغراق لبنان بالديون وإنما تكبير الاقتصاد اللبناني نعم جزيلة شكر لك كلودي أبي حنى على كل هذه المعلومات مرسلة الغد كنت معنا مباشرة من بيروت